معالك حابين نتحدث عن شو هو المشروع؟ مشروع تعزيز الرواية الفلسطينية حابين نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكبر وعن هذا المؤتمر ككل بداية نخيل من مشكلة المملكة الأردنية على أصدافة هذا المؤتمر الذي يعكس هذا الحرص الكبير من جلالة الملك ومن الحكومة الأردنية اللي مش شديد يعني هذا حرص تاريخي واهتمام تاريخي بفلسطين و بقضية فلسطين و بقول ما يتعلق بفلسطين ووزار ووزار الثقافة الأردنية أيضا هذا المنطقة أولاً الحكومة الفلسطينية أطلقت برنامج لحماية الرواية الفلسطينية لإدراكنا أن المركب الأساس للصراع مع الاحتلال قائم على الرواية الحرب الحقيقية حرب رواية الاحتلال يريد أن يجيلنا عن البلاد يريد أن يسرق البلاد يريد أن يسرق تاريخنا تاريخ وجودنا حكاياتنا وهي تفاصيل كثير ربما متبدأ من سرقة الأرض إلى سرقة الفلافل قصة طويلة حكاية طويلة بالتالي الصراع والحرب على الرواية والحكاية هو مركب أساس في معركة الوجود الفلسطيني والعربي في هذه البلاد بالتالي حكومة الفلسطينية أطلقت برنامج لحماية هذه الرواية الذي يشتمل جزء منه عادت الأعتبار للسرديات التاريخية في المنطقة منحاً لم نكن عابرين لم نأتي صدفة على هذه البلاد نحن الورثة الحقيقيين لكل ما مر على هذه البلاد من حضارات ومن أقوام وكل ما مر عليها من ديانات ومعتقدات أيضاً بالتالي جزء من توجهات الحكومة هو إعادة بناء سردية وطنية تاريخية قائمة على إعادة قراءة التاريخ بما يخدم مصالحنا وحقوقنا السياسية جزء آخر له علاقة بالسعادة المرثقة في قبل النكبة جزء آخر له علاقة بالمحتوى تعزيز المحتوى الرقم باللغات المختلفة لأنه الاحتلال عمل نوع من مسح الدماغ لكل العالم قبل أن يسرقوا في فلسطين ماذا فعلوا؟ شوهوا التاريخ وسرقوا كل شيء وكذبوا باسم الأدية الدين وأقنعوا العالم كلهم أن هذه البلاد لهم أنهم يريدون أن يساعدوا من هنا القوى الأطماء كلها ساعدتهم جزء مهم من هذه المعركة وفعلاً تفنيت كل هذه الأساطير والإدعاة والأكاذيب والتزيئة وإظهار الحقائق وإظهار الحقيقة احنا ما بدنا نقول إيشه بدنا نقول أنه ليلك وعاطف كان أجدادهم يعيشون في هذه البلاد من ست سبعة ألف سنة ما جينا من المريخ وأنجزنا وأبداعنا أجدادنا الفينيقيين والكنعانين قدموا للعالم أفضل هديه في التاريخ البشرية اللغة وهم يقدموا حتى اللغة بيقول لزمال المرات وإحنا بأوروبة زملائنا الإنجليز والأوروبيين والطنان أن الأحرف تخدموا أجدادنا الفينيقيين اللي خلقوها وراحوا عبر البحر ركبوا البحر من يافا ووزعوا على العالم بالتالي مهم إحنا لا نريد ليلك أن ننفي أحدا ولا نريد أن نقول ولا نريد أن نزيل أحدا من التاريخ ولكن نريد أن نقول التاريخ كما هو بالتالي هذا المؤتمر هو ضمن هذه التوجهات من أجل تطوير سردية خاصة بالتاريخ فلسطين والمنطقة لأنه لا يمكن الحديث عن تاريخ فلسطين من الحديث عن تاريخ الأردن وسوريا ولبنان هذا شعب يعني هاي منطقة واحدة صح ونفس الشعب والشعوب التي تحركت في المنطقة هنا تتحرك ما بين ما بين القدس إربد عمان دمشق صيدة صور هاي منطقة جغرافية كانت الحضارات فيها متزهرة وسواء كانت بالحق بالكنعانية أو سحطة سكان السواحل الفنيقيين أو بعد ذلك قبر الحضارات المختلفة اللي طلعت في شمال الأردن وبيسان مشتركة المدن التحالف المدن العشرة يسمى في التاريخ نعم بلها هذه قصة التاريخ هي قصة ممتعة ولكن صعبة لأننا لأنه تم سرقة أثار المنطق كما تعرفين عبر حملات الاستكشاف الأمريكي والبريطاني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وتم تزهيف التاريخ وتقديمه بطريقة مختلفة بالتالي نحو سردية وطنية هي سردية قائمة على تثبيت الحق الوطني الفلسطيني في البلاد نعم وبالفعل يمكن تثبيت الرواية الفلسطينية اللي هي الحقيقية ونشرها أكيد يعني يمكن هذا هو الهدف من هذا المؤتمر بشكل أساسي طيب دكتور حابين كمان نتحدث إيش بعد هذا المؤتمر يعني وزارة الثقافة الفلسطينية ضمن هذا المشروع إيش المستقبل إيش عم بتخططه يعني هو أولا أنا بظني فيه اليوم بتجلس المسائي توصيات هو اليوم بس للتنويه هو اليوم الأخير اليوم الأخير نعم والباحثون العرب طبعا الباحثون هم من الفلسطين والأردن أساسا ومن سوريا والعراق ومن مصر وباحثين عرب عايشين في أوروبا فيه توصيات لهم بس أنا بظن والظن من باب اليقين وليس من باب الشك أنه علينا أن نؤسس لمدرسة تاريخية في المنطقة بتكون مشتركة بين فلسطين والأردن وسوريا ولبنان أنه يعني هذا التاريخ لا يمكن أن تكتبه دولة من هذه الدول منفردة هذا التاريخ مشترك هو تاريخ مشترك منطقة مشتركة حيكون فيه برامج مشتركة تحديدا مع الأردن يمكن قوة العلاقة ومتنت العلاقة وموقع يعني العلاقات هي بظب بين المجتمعين هم يمجتمع واحد ما منقدر نبصلهم لا بالمنطقة تاريخيا ولا بالتاريخ ولا بالحضر صح لهم مشتبكين تاريخيا وحاضرا بالتالي يجب تطوير برنامج مشترك باتجاه حماية هذه السرديات وعقد مزيد من أمتمرات وتطوير أدوات بحثية عربية مشتركة في ذلك نعم طيب دكتور كمان حابين نعرف شو هي الخطوات اللي رح يتم عليها يتم العمل فيها لاحقا فيما بعد خطوات تكون موجودة عندكم مدروسة يعني احنا مثلا في فلسطين علينا أن نعزز البحث التاريخي في الجامعات بجزء من تدخلات الحكومة كان بمزارة تعليم العالم مراجعة ما يدرز في الجامعات من تاريخ يعني أنا أريد للطالب الفلسطين بتخرج من برزيت ومن النجاح ومن الأزر ومن جنين ومن الخليل أن يتعلم تاريخ فلسطين بطريقة صحية لأنه كثير مما يعلم في التاريخ هو مكتوب بالنظرية اليورس انترات اللي المركزية الأوروبية في كتابة التاريخ بيعلمونا تاريخنا لا بيزيهم بكتبوا تاريخنا عمزاجهم وبدو ميانا نصدقوا وندفع عنه كمان يعني هو عم بشربك الدوات اللي بدو إياها بالآخر بالتالي بجزء أساس مهمتنا أنا أظل كفلسطينيين وأظل أن أنا أندي اجتماعنا وزير التعليم العالم معه مداء الأداف في الجامعات الفلسطين مختلفة 18 جامعة من أجل مراجعة منهج التاريخ في الجامعات الفلسطينية ونصبه إلى تأسيس مركز للدراسات الفلسطين القديمة في حتى الجامعات هذا سيكون مع نهاية 2022 ما نتباحث مع الجامعات في ذلك هذا واحد شيء آخر متعلق بالمنهاج أيضا لأنه ما درس التاريخ صح لأنه حتى لو عملته منهج صح بتلهي عملية تكاملية واستمرار هذا التنسيق والبحث وأظن أنه مؤتمر في جامعة الاستقلال هو استكمال لمؤتمر عمان يعني فهيكون المؤتمر أريحة للبحث في تاريخ فلسطين القديم وطريق المنطقة الرحي يشمل هذا المؤتمر الطلاب خاصة كونك ذكرت بأنه للأسف في بعض الشباب الفلسطيني يمكن الشباب العربية حتى عارفين التاريخ بشكل زي ما هو والوقائع فهو مهم ضروق وكيف تجعرف إذا مش مقدم إليه نعم هلأ أنتوا حاليا عم تشتغلوا بهذا المؤتمر ذكرت أنه في مجموعة من الدكاتر المختصين خلينا نحكي بعلم التاريخ بالتاريخ بشكل عام من الأردن سوريا مصر الفلسطين ذكرت رح يكونوا موجودين وعملوا هذا المؤتمر ولكن نتاج هذا المؤتمر رح يتم تطبيقه على خلينا نحكي المصاقات اللي رح يتم تدريسها يعني إحنا المواد البحثية اللي قدمت الخمسة واللتين بحث اللي تم تقديمهم أولا ستأخذ ملاحظات وعبر باتجاه مؤتمر أريحة نعم كيف نتقدم يكون مؤتمر رحة متقدم خطب اتجاه أنا أعتقد أن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه كما يقول العرب يعني اللي بنقدرش نحق كله ما بنصيب وبنأخذ منه شوية بالتالي هذه خطبة أساسية وكان مهم تكون بعمام خطبة تاني بأريحة نراكم على ذلك من أجل تطوير منهاج فلسطيني في الجامعات نعم 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 أنا درس جامعة فلسطينية وبديش أقول أنا لا أريد أن نتقد أحدا ولكن ما يدرس لا يرتقي إلى المستوى المعرفي الذي نريده نحن كعرب وكأبناء بلاد الشام وكورثة للحضارات الموجودة بالتالي جزء من هذا المخرجات هذا المؤتمر أولا هو توسن باتجاه مؤتمر أريحة والتوصل باتجاه تطوير فعل مشترك فلسطيني أردني سوري واللبناني باتجاه تدريس الحضارات القديمة لأنه لا يمكن لفلسطين انتدرس اللي كان عنين بعداً الأردن ولا يمكن للسوري أنتدرس بعيداً عن فلسطين ولا الأردن بعيداً عن سوري ولبنان وفلسطين بالتالي بدنا نطور على فعل مشترك سيتم وصلته مع وزارة الثقافة الأردنية مع الجهة المعنية في سوري ولبنان من أجل نفكر مع بعض ربما العامل قد نعمل مشترك مؤتمر مشترك كلهيتنا تعالوا نفكر وطبعا أكبر من ذلك تعرف يعني أنه كيف كانت المنطقة وماذا نقول نحن عن المنطقة نحن لليوم بنقول أنه جاء الفلسطينيون من كريت زي ما قال هيرودس كلهيتنا صدقنا بعد هيك طبعا هو كان مع الاسخندر المقدوني ومنتصر وقتل أبائي وأبائك وأجدادنا كلهيتنا وكتب التاريخ وقال والله سمواه فلسطين لأنه أجل قبائل البلسط اللي مش موجود في التاريخ إنه في قبائل البلسط بس بسم لا يوجد رواية عربية حول ذلك بالتالي كثير أشياء بدها مراجعات هو الأسف اللي ما ذكر الدكتور يعني هم مين بكتب التاريخ المنتصر هو اللي بكتب التاريخ والمهزوم المهزوم يصدق المنتصر بالفعل السيكيولوجيا نعم ولكن هذا كان في اللحظة اللي كان فيه النظام غاب في العالم الآن الشعوب باتت حرة باتت مستقلة باتت إلى إرادات جمعية باتت لها تطلعات نحو مستقبل أفضل وبات صعب على أحد أن يهيمن على أحد هذا الاستلاب المعرفة واستلاب الوعي وصرقة المعرفة يجب أن نتحرر منه يعني عشان هيك أحد أهم بتوزيلة المتابعة برح سمعت بعض الكلمة طبعا باحضر المتجلسات كان التحدث عن التحرر المعرفة في التاريخ علينا أن نحرر تاريخنا من المدرسة الأوروبية الأمريكية التي كانت بتوجهات صهيونية يهودية باتجاه تثبيت أنه اليهود الإشي المثبت في التاريخ واليهود بقوله كمان حتى في تقاريرهم في الزرايد أنه لم يعد لا يوجد ولا أثر موجود يثبت كل هذه الرواية التوراتية لأنه هذا أمر مختلف ولكن الجوهر في ذلك أنه علينا أن نحافظ على نقل هذه الرواية لأحفادنا وإجادنا في المستقبل نريد كما تعرفين المقولة البائدة والهزيلة يموت الكبار وينسى الصغار للأسف أو لأسفهم طبعاً ولحسن حظنا الصغار يولدون أكثر تمسكاً بعد الحق ولكن إذا لم نقدم لهم هذه المعلومات لم نقدم لهم هذا التاريخ لم نحافظ على كتابة هذا التاريخ صدقيني لا يمكن لنا أن نضمن أن يظلوا في المستقبل المتمسكين به صحيح دكتور هاي من الأشياء اللي كتير مهمة أن نركز عليها لأنه أكيد ممكن دائماً نسمع أنه الأشخاص ممكن أنه يظلوا محملين نفس القوة حابينهم يقاوم ويقاوم ويقاوم ولكن لازم يكون مزروع إيمان وثقة بأنه يظلوا هذا الإشي موجود بأنه الأرض أرضنا وهي البلد بلدنا أكيد لحتى نحاول قدر المستطاع لازم أن نحافظ عليها أكيد بشكل كبير إذن شكراً لوجودك معنا وزير الثقافة الفلسطينية دكتور عاطف أبو سيف أهلاً وسهلاً فيك ومنتمنى لهذا المؤتمر النجاح وإن شاء الله منسمع الخطوات الإيجابية وإن شاء الله بتقدروا تحققوا كل التوقعات التي كانت موضوعة على هذا المؤتمر شكراً لك